بنعتبر صديق البرنامج للأستاذ عمر أديب أحيانا كنا بنجيبه على سبيل الفكاهة والانفعالات اللي بتحصل بعد الهزيمة لكن واضح إن الأستاذ عمر أديب كان المراضي واخد الهزيمة بشكل فيه تأثر شديد كان حاسس بخطر على نادي الزمالك كان واصل لمرحلة من وجهة نظري من اليأس والإحباط إن نادي الزمالك ممكن يعود مرة أخرى منافس للنادي الأهلي تعالوا نسمع الأستاذ عمر أديب قال إيه بعد فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بربعية إحنا اتغلبنا عشان سيئين وكل الناس اللي بتقولك الزمالك في الشوت التاني حاجة تانية هو الآلي كسبان ثلاثة حاجة تانية إيه هو خلاص الخواجة قال له أقفل وراء يا ابني وإن شاء الله ربنا كريم وأي واحدة معدية قدام بقى يجيب جهد وده اللي حاسب أربعة واحدة إنت منتظر إيه من فرقة تلتها ووه بيلعب بيفكر حيروح لأهلي إزاي تلت الأولاني من الزمالك ووه بيلعب قدام لأهلي بيفكر حينقل ويهرب من الزمالك ويروح لأهلي إزاي وكان باين في مشاهد التلت التاني بيفكر حيروح فيوتشر وبيريمتز إزاي ده التلت التاني التلت التالت بيفكر طب وانا حاعد أعمل إيه لوحدة ده أنا ملياش مكان وشكلهم حيمشوني دي نفسية الفرقة اللي نازلة تلعب لقاء القمة مفيش أي حاجة جوه اللعيبة تقول لهم إلعبوا بقول لحضرتك إن كل اللعيب في النادي الآلي إمبارح كان مستعد يأكل النجيلة إحنا كنا مستعدين نأكل إيه وبعتين إيه الفانيلا إن كلها ترتر وخارج النجف دي فين زماء فانيلا تزمالك البيضة اللابية ده مخطين فين الفانيلا تفضل يا عام حتى يجي إمتى جايلك دلوقتي بس نخلص الماتش دي روح قتالية دي حاجة إنت متوقع منها فرقة تعمل حاجة الفانيلا الزرع دي الوهم اللي حصل إنه لو لبسنا الفانيلا الزرع ننزل نخلي الدنيا زرق ما هيزرقت على دماغ أهلنا هين بارحة كلها نجوم كده دي مش فانيلا ترجالي يا جماعة فاني فانيلا البيضة بتاعتنا يعني كلام كلام كوي جدا من الأستاذ عمر أديس الحقيقة يعني مش أنا اللي هشهدله بخفة الدم التعليقات اللي بتتقال حتى وهو زعلان لازم نتقل يعني بجد مرعب أمام الكاميرات وعنده كفة الدم غير طبيعية ولكن أنا أخد من كلام نقطة مهمة جدا أو نقطتين هوية كل الكلام مهم الحقيقة سيبك من قصة الفانيلا الزرقة وإزاي تزرقها والكلام ده كله دي لها أسباب متعلقة بموضوع متعلق بدجل وشعوزها لكن القصة بالنسبة لي لما تبحث عن الفانيلا البيضة هو الأستاذ عمر أديب ما بيبحث على لون فانيلا خالص هو بيبحث عن هوية بيبحث عن هوية نادي الزمالك اللي اختفت بيبحث عن لعيبة تستشعر الاستقرار في نادي الزمالك أستاذ عمر أديب هو بيتكلم زمالكاوي موجوه من جواه من حالة شايفة لخصها في لون تيشرت بس هو مش قصة مش قصة لون تيشرت لأ القصة إن هوية نادي الزمالك من وجهة نظر زمالكاوي صميم بدأت تختفي القصة إن سمعنا في بداية الألفية والجيل الزهبي اللي نادي قالي عن رؤساء أن ده بيقولوا أنا قدر أقولك دلوقتي كام لها في فرقتي بيحلموا إن هم ينضموا للنادي الزمالي فأصبح الأستاذ عمر أديب في 2023 بيقول تلت فرقة نادي الزمالك بتحلم إنها تنضم للنادي الزمالي مش قصة فلوس أن ديها كتير ممكن تدفع أكتر من نادي الزمالي أي عقد خليجي يجيب لك فلوس أكتر من اللي بدفعها نادي الزمالي لكن لعيبة عايزة تحقق مجد عايزة تحقق طموح فاكريني الأزمة الشهيرة اللي قلت لكم في ناس عايزة تهز الصورة الزهنية للنادي الزمالي النادي الزمالي برجاله قدر يحافظ على الهوية دي قدر يحافظ على الصورة الزمالية دي فرجعت كل الأمور لانصابها الطبيعي أنا النادي الزمالي الطموح الحقيقي أنا النادي الزمالي المجد الحقيقي أنا أعلى درجات السلب اللي ممكن يفكر فيه أي لاعب في أي نادي في مصر الدرجة دي هي الأعلى في طموحي داخل قرية أفريقيا أسسان عمر أديب وهو بيتكلم عن هواية نادي الزمالك المفقودة قالك لعيبة النادي الأهلي كانت نازلة تاكل النجيلة إحنا ناكل إيه؟ مين اللعيبة اللي نازلة تاكل النجيلة؟ اللعيبة اللي كانت قبل المباراة تبتضحك ليه؟ اللعيبة اللي كانت قبل المباراة دي أبطال الدوري فشكراً للعيبة النادي الأهلي اللي وصلونا للنقطة دي ان انت قادر تحافظ على الصورة الزهنية بعد ما حاول البعض ان هو يهزها وبعد ما حاول البعض يخلق طموح اخر ومجد اخر خارج النادي الاهلي كانت النتيجة ايه الفشل والنادي الاهلي هو الطموح الحقيقي عشان كده لعباتنا هي بتاكل النجيلة يا فارس لعيبة نزلة عرفة روح الفانيلا للحمر يعني انت لعباتنا بتاكل النجيلة لعبيتك هتاكل ليه يعني عمر عديم يعني لا الفيديو قوي واعتقد يا جماعة النادي الاهلي يجبر المنافس والمنتمل للنادي الاهلي بشعور ان انت فعلا مش قادر تعمل حاجة قدام النادي الاهلي فكانت كلمات من زمالكاوي ربما هي في ظاهرها طبعا فيها الطبع الساخر ولكن في عائلة الامر الموضوع صعب جدا والاهلي صعبوا على الجميع لان الاهلي يا جماعة مداش فرصة والله في الماتش ده غير ان واحد زمالكاوي صادق يخرج يقول الكلام ده ولكن كان ليه كلام تاني عن حاجة لازم حتتحقوا عليها اكتر شمهورش نطلع ونشوف شمهورش والكلام عن شمهورش انت عايز تقول لي ان الفرقة دي هتروح البطولة العربية تلعب قدام كريسانو الرونالدو ده احنا حانا والراجل اللي بيولتم ده مفيش اي سباة انفعالي قاله طب انت كمدرب شفت واخد تلاتة طلعوا بقى معواد برة فيش خالص انت شايف الجون بيولتم اول مرة اشوف لعيب بيولتم فماتش كورا في مصر بس هو السن حلوية غلبان احنا متبهدلين انا بقولك اهو والايام بيننا انا بقولك اهو والايام بيننا نادي الزمالك بينتهي نادي الزمالك بينتهي انا بقولك اهو والايام بيننا يا تلحقوه يا ما تلحقوش المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدورة في ال 18 فرقة ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن لا أنا بقول لحضراتكو إحنا رايحين في سكة اللي يروح ما يرجعش أنت عندك قدامك الآلي عنده الدكة بتاعته بره فيها فرقة تانية ناس نازلة كلها عايزة يعني تعمل حاجة تقدم حاجة فيه قيادة فيه نادي فيه استقرار فيه فلوس فيه مرتبات فيه إعلانات فيه دعم إحنا عندنا إيه؟ إحنا عندنا حد بيفكر في السحر إحنا اتغلبنا مبارح بالسحر إيه سالايزة ملكاون إحنا اتغلبنا مبارح بإيه؟ أنت مجيتش أنت ملعبتش وكأنه كان حافظ أستاذ عمر أديب عامل دكتوراء في عقلية اللي بيدير لأنه قالك حيطلع يتكلم عن السحر مش محتاجة خلاص هو عرف اللي بيدير بيفكر إزاي مبررات للفشل وشمعات وقالك الناس دي بتتكلم في إزاي تنجح وإزاي تحقق بطولات وإزاي يبقى عندها منظومة وإحنا عارفين اللي اللي عندنا حيطلع يتكلم في السحر ما كدبش خبر كان في وقتها بيتكلم عن السحر وبيتكلم عن ناس محترم وبسيطة شبهنا وشبه أهلينا وشبه الناس البسطة اللي بنشوفهم كل يوم ما تم التعرض اليوم بإساءات وتشهير كان عادة فعشان كده الكلام كان مهم جدا ولكن أستاذ عمر قديب قال حاجة مهمة جدا قال لك أنا أول مرة أشوف في حياتي لا عب يلطف فماتش الأهل والزمالك على محمد صبحي لا ده إحنا قبل كده فماتش الأهل والزمالك عبد الواحد الساد قاعد في الأرض همد عبد المنصف حط ييده على راسه عبد الواحد الساد راح ضرب عمر الصفتي كل ده في الأهل والزمالك فأستاذ عمر في دي زاكرة تخانتك شوية هو طول عمر لعبت الزمالك بيعمله زي محمد صبحي مشهد اللطم ومشهد الإيد على الراس ومشهد البكة ومشهد الضرب بين اللعبة طول عمره كان بيحصل قدام الأهل لأن مباراة الأهل تقيل مباراة الأهل صعبة مباراة الأهل لعبت الزمالك ما بتعرفش تتعامل معاها نفسي